تشهد مساجد الجمهورية حملة تعقيم واسعة مع وضع علامات التباعد لإرشاد المصلين تمهيدا لإعادة فتحها غدا لأداء صلوات الخمس فقط مع استمرار تعليق صلاة الجمعة وعملت وزارة الأوقاف على توزيع مستلزمات تعقيم على مدريات الأوقاف لإجراء حملة التطهير وتعقيم الشاملة مع مواصلة هذه الحملة بشكل دائم وتشمل القواعد المنظمة فتح المساجد التي تحددها كل مديرية دون الزوايا وعدم فتح دورات المياه ودور المناسبات ومصليات السيدات والأضرحة والمقامات وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة أو أي مناسبات اجتماعية هذا ويتم فتح المسجد قبل الأذان بعشر دقائق وتكون الإقامة عاقب الأذان مباشرة ويتم غلق المسجد بعد صلاة بعشر دقائق كما يجب على المصلين ارتداء الكمامة واستحابهم لسجادة صلاة خاصة بهم هذا وقد أشاد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بما يبذله العاملون كافة بالأوقاف على مستوى الجمهورية من جهود حثيثة في حملة التعقيم الوسعة ووضع علامات التباعد لإرشاد المصلين لإعادة فتح المساجد غدا كن سببا في الفتح ولا تكن سببا في الغلق إن من الناس مفاتيح للخير فكن منهم وإن من الناس مفاتيح للشر فلا تكن منهم كيف تكون مفتاحا للخير إذا اتبعت الإجراءات الوقائية من أن تتوضأ في بيتك وأن ترتدي الكمامة وأن تستحب أو تأتي بمصلاك الشخصي الخاص بك وأن تراعي علامات التباعد الموجودة وأن تلتزم بها فإن امتلأ المسجد آصار تغييرك وأن لا يأتي إلى المسجد مريض يمكن أن ينقل العدوى إلى الآخرين وأن لا نتزاحم لا عند الدخول ولا عند الخروج فيقرج آخر الصفوف بهدوء وانتظام وأن نتجنب المصافحة والمعانقة فإن التزمت بذلك أعنتنا على استكمال مسيرة الفتح أعنتنا بعد ذلك على صرعة رفع تعليق الجمعة وعلى صرعة رفع تعليق صلاة الجنائز وكنت سببا من أسباب فتح بيوت الله وللمزيد من المتابعة معنا من وزارة الأوقاف زميل وليد هيكل مراسل أخبار مصر وليد بعد مساء الخير ضاعنا في أهم الضوابط التي ستتم غدا مع إعادة فتح المساجد نعم عمر متابعون معكم من ديوان عام وزارة الأوقاف ومن داخل غرفة عمليات الوزارة نتابع معكم أهم الإجراءات والضوابط والمنظمة لفتح المساجد بإذن الله من غدا كما ذكرت أو كما أقرت لجنة أزمة كورونا برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء يوم أثر وثاء الماضي بالفعل عمر وزارة الأوقاف وضعت الضوابط المنظمة لفتح المساجد من الغد ولكن عمر دعنا نقترب من هذه الإجراءات والقواعد المنظمة لفتح المساجد مع الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف شيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ماذا عن أهم الضوابط والقواعد المنظمة لفتح المساجد بدءا من الغد بإذن الله تعالى أستاذ وليد ساعات وتفرقنا عن فتح المساجد وعودة الأزان المعهود المعروف وتوديع أزان ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في بيوتكم التي سمعناها على مدار 103 يوم كانت بمثابة وقعها الشديد القاسي على النفس المسلم وعلى جميع الشعب المصري غدا إن شاء الله فجر السبت ستبدأ الصلوات العادية في المساجد وتعود منذ أن انطلقت دعوة السيد معالي وزير الأوقاف يوم السلساء تم اجتماعه ووضع دوابط ومحازير من أجل عودة الصلاة وعودة المساجد بدأنا في التطهير منذ الأربعاء وحتى اليوم وإن شاء الله حتى مساء اليوم ينتهي التطهير والتعقيم المستمر ووضع علامات التباعد التي نظمتها أو قالت بها وزارة الصحة المصرية منذ يعني إن شاء الله الفجر تبدأ الصلاة وضعنا عدة محازير ودوابط منها لبس الكمامة وارتدائها كذلك السجادة الفردية للشخص كذلك وضع علامات التباعد والالتزام بها من قبل المصلين يكون عامل على المسجد واقف موجود أمام المسجد ينظم حركة الدخول والخروج إن شاء الله يتسع المسجد لجميع الحضور كل شكرا لحضاك شيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف وإذن زميلة عمر كانت هذه هي أم الإجراءات التي تحدثنا بها الآن مع الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ويسعدنا أيضا أن ينضم إلينا الدكتور محمد أبو ستيت مدير عام متابعة التكلفات بوزارة الأوقاف دكتور محمد أبو ستيت ماذا عن أهم أو الضوابط كما ذكر الشيخ جابر طايع ما هي أهم التنبيهات التي تؤكد عليها وزارة الأوقاف في فتح المساجد هناك تنبيهان همان التنبيه الأول للمدريات الإقليمية من مخالفة التعليمات والضوابط التي وضعتها الوزارة أو فتح أي مسجد لا يندرج تحت المساجد المسموح بفتحها في المرحلة الحالية وأي مخالفة لهذه التعليمات سيتم أحالة المخالف للجنة القيم بالقطاع الديني وفي حال ترك مفاتيح أي مسجد مع أي أحد من غير العاملين بالأوقاف سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب التنبيه الثاني وهو للمصلين نهيب السادة المصلين لالتزام بالضوابط والتعليمات وننبه أنه في حال عدم الالتزام سيتم غلق المسجد فورا ولن يفتح مجددا إلا بعد زوال فيروس كورونا فكون سببا للفتح ولا تكون سببا للغلق وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يقوم بفتح أي مسجد أو زاوية أو مصلة بعيدا عن إشراف مديريات الأوقاف كل شكرا لك دكتور محمد أبو ستيت مدير عام متابعة التكلفات بوزارة الأوقاف إذن زميلي عمري كانت هذه هي نبزة مباشرة من وزارة الأوقاف عن أهم القواعد المنظمة لفتح المساجد بدءا من الغد بإذن الله وغدا بإذن الله سوف نسمع الأذان ألا صلوا في بيوتكم ألا صلوا في رحالكم سوف تتغير هذه الكلمة أو سوف يتغير صيغة الأذان بدءا من الغد ونسمع الأذان العادي إليكم في الأستوديو عمر مراسل أخبار مصر وليد هيكل شكرا جزيلا لك ولضيفيك الكريمين